هذه أبرز العناوين النجمة الدولية المغربية من حريطة يتعرض لعقوبة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد تعرضه للطرد في مباراة باريس الجرمان الدولية المغربية شرف حكيمية يوازي ضحايا إعصار إسبانيا بخطوة إنسانية كبيرة وهذا ما فعلها المدير الرياضي لنادي الأهل المصري يخرج بتعليقات مفاجئة بخصوص ريد السليم بعد رحيله عن احتفالات فريقه في مفوز على العين الإماراتي وهذا ما قالها الطاقم الطبي للمنتخب المغربي يستضع لعب الرجاء الرياضي للتكافل بمعالجته داخل معسكر الأسودة قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باش وصلك دائما أخبار المغربة كشفت لجنة الانضباطة الرابطة الأندية الفرنسية المحترفة عن عقوبة النجمة الدولية المغربية من حريط لعب نادي أونابيك مارسي الفرنسي بعد طرده في مباراة الكلاسيكو أمام باريس سان جرمان يوم الأحد الماضي ذكرت شبكة راديو مانتو كارلو الفرنسية أن اللجنة الانضباط عقبت الدولية المغربية من حريط بالإيقاف لمباراة واحدة ليغيب عن مواجهة ناديه القادمة ضد نينت يوم الأحد المقبل في ختام منافسات الجولة العاشرة من الدول الفرنسي أضافت أن النجمة المغربي سيعود لتعزيز صفوف فريق مارسيليا خلال مواجهة كسير يوم الثامن نوفمبر كانت تولية المغربية من حريط قد نال بطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف ضد ماركينيوس قائد باريس سان جرمان الفرنسي بعد مرور عشرون دقيقة من المباراة التي انتهت بخسارة فريق أمين حريط مارسيليا على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية نظيفة وبرر فراندولوكسي حكم مباراة قراره عبر قناة دزان قائلا إن أمين حريط تدخل بشكل عنيف مشيرا إلى أن مسامير حذائه كانت ظاهرة على الجسد ماركينيوس ولم يقتنع مدرب أولمبيك مارسيليا الفرنسي الإيطالي روبيرتو ديزيريبي في تبريرات الحكم قائلا هل إذا استضم اللاعبان ونزف أحدهما سيتم مطرد الآخر وجه النجمة الدولية المغربية أشرف حكيمي الظاهير أيمان لنادي باريسون جرمان الفرنسي رسالة لمواساة أسر ضحايا الأعصار والفيضانات التي ضربت إسبانيا خلال الساعات الماضية كتب أشرف حكيمي عبر حسابه لمنصات التواصل الإجتماعي مساء أمس الأربعاء قائلا أتضامن بقلبي وعقلي مع عائلتي وضحايا العاصفة التي ضربت عدة أماكن في إسبانيا وخاصة فرنسيا كدعي عصار عنيف ضرب جنوب إسبانيا مساء ثلاثاء وأصفر عن وفاة عشرات وضمار في طارق والشبكات السكك الحديدية وتسببت هذه الفيضانات في تأجيل عدد من مباريات كاسي ملك إسبانيا والتي كان مقرر لها مساء يومي الأربعاء ويرتبط أشرف حكيمي بإسبانيا بعدما تدرج بصفوف ناشيميريا مضيد حتى وصل للفريق الأول قبل رحيله إلى بروسيا درجموند الألماني في صيف عام 2018 عرفت إسبانيا كارثة طبيعية جوية بفيضانات نصفرت عن قتل وجرحة ومفقودين إلى حد الآن حيث تباشر السودات المحلية الإسبانية بأسرع الطرق الممكنة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذها تحدث محمد رمضان المدير الرياضي لنادي الأهل المصري عن غياب المغربي ركتسليم عن احتفالات الفريق بعد حجز بطاقة التأهل إلى النصف النهائي كأس القارات الأندية عقب فوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابلة قال محمد رمضان في تصريحاتي لقناة إيتس نريد أن نفرق بين الحزن والغضب حزن ريد السليم حق له لكن الغضب مرفوض من أي لاعب لأي أسباب أضاف لم أتحدث معي السليم ولم تكن المدة ضويلة عقب المباراة لأن الأحداث لم تستوعب الأمر ومن وجهة نظري أن الوقت الأنسب هو حينما يكون مساعدنا للإستماع وكان النجم الدولي المغربي ريد السليم قد غادر احتفالات فريقه الأهل المصري ضد العين الإماراتية بعد نهاية اللقاء وتتويج فريقها بسبب عدم اشتراكه من قبل المدرب مارسل كولر في دقائق المباراة حيث لم يعتمد عليه ودجع له يجلس على دقة الاحتياط طيلة المباراة رغم أن المدرب قام بخمس تبديلات في المباراة المذكورة التحق يوسف بالعمري لعب الرجاء الريدي بمركز محمد لسالي استكورة القدم بالمعمورة حيث يخضع للعلاج من إصابته بإشراف الطاقم الطبي للمنتخب المغربي الأول تفيد المصادر المطلعة أن الطاقم الطبي للمنتخب بتنسيق مع إدارة الرجاء الريدي وطاقمه الطبي قام بدعوة بالعمري لإجراء الفحوصات الضرورية للتشخيص حالته بدقة وتحديد بروتوكول علاجي يساعده على العودة للملاعب في أسرع وقت ممكن أشار نفس المصدر إلى أن طبيب المنتخب كريستوف بودو هو من يقيم حالة بالعمري وأعلن عن حاجته للرحة تمتد لأربعة سبع بانتظار مدى استجابته للعلاج لتحديد موعد عودته إلى الملعب بشكل نهائي يذكر أن النادي الرجاء الريدي أعلن سابقا عن تعرض بالعمري لكسر المزدوج في فقر العمود الفقري إلا أن حالته لا تتطلب تدخلا جراحيا وقد خاض يوسف بالعمري أول تجربة له بقميس المنتخب الوطني المغربي في المعسكر الأخير حيث تواجد في مواجهة إفريقيا الوسطى دمن تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 على الاتحاض الإسباني الملكي لكرة القدم يوم آن خميس تأجيل جميع تظاهرات الرياضية التي كانت من مقرر إجراؤها في مقاطعة فالانسيا نهاية الأسبوع الجاري أكد الجهاز الواصح على كرة القدم الإسبانية تأجيل مبارتيني عن الجولة الثانية عشر من الدول الإسبانية ويتعلق الأمر بلقاء فالانسيا ضد ريا مادريدو وفياريالا ضد رايو فانيكاو يأتي هذا القرار بعد إعصار دانا الذي تسبب في خسائر كبيرة بمقاطعة فالانسيا كما ارتفعت حصيلة الوفيات لـ 104 علما أن الحكومة الإسبانية وأن الإعصار لم ينتهي بعد ومن المنتظر أن يضرب ملاطق أخرى ترجمة نانسي قنقر